تلكات تاني مرة انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب اتفاجئنا بشرين مساحة الصور اللي جمعتها بحسام حبيب على حسابها في انستجرام وبعدها اتأكدنا من خبر انفصالهم لما اكدته في مدخلة مع عمر أديب وجواز شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب من بدايته وكله أزمات وخلافات ده بالإضافة لعدد رهيب من الشائعات والتصريحات المتضربة فأعلن السناء انفصالهم لأول مرة في نوفمبر 2021 وأكدت شيرين الخبر في شهر ديسمبر من خلال بيان رسمي نشرته على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وان الانفصال تم في هدوء وما فيش خلافات بينهم لحد ما فجأت شيرين جمهورها ومتابعيها بإعلان كتب اكتبها على طليقها الفنان حسام حبيب من خلال برنامج الحكاية مع عمر أديب وعلقت وقالت باعتذر لحسام معاوز حياة الشخصية تكون خاصة مؤكدة ان طلقها حسام حبيب كان ولا يزال حب حياتها وقالت ان حسام هو اللي عرض عليها يرجعه البعض تاني فوافقت في نفس الوقت اتكلم حسام عن حبه لشيرين وعن حزنه للي بيحصل لها الفترة الأخيرة وانها هي اللي أقنعته بالعودة علشان ترجع شيرين تثير الجدل تاني لما كشفت عن حلائة شعراء في يوليو 2022 في مدخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي وان فيه خلاف بينها وبين حسام حبيب قدى لدخولها في حالة نفسية سيئة بسببه واعتذرت شيرين لجمهورها عن محاولة تجميل سورة حسام قبل كده واتهمته بالتسبب بتظاهر علاقتها مع عيلتها وكمان صراحت بابتزاز حسام ليها طول فترة جوازهم واستخدامه للعنف والضرب وفي الوقت ده دخلت شيرين مصحة للتعافي من الإدمان بأمر من أخوها محمد عبدالوهاب اللي احتجزها في المصحة غصب عنها ورجعت قصة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب على الساحة تاني في نوفمبر سنة 2022 بعد خروج شيرين من المصحة وتعافيها من الإدمان وأعلنت كاتب اكتبها للمرة التانية عبر مدخلة هاتفية مع الاعلامي عمر أديب وفضلت الدنيا هادية شوية لحد الخلاف اللي حصل بينهم أثناء وجود شيرين في السعودية للمشاركة في حفل رواقع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض ورجعت شيرين من السعودية من غير حسام وحزفت شيرين كل الصور اللي جمعتها بطلقها حسام حبيب من حسابها على انستجرام معادة صورة واحدة وهي بوستر ألبوم حسام فرق كتير وهي الصورة اللي كانت بتباركله بيها شيرين على طرح الألبوم لما كانوا أصدقاء في 2016 ومش معروف هي أصدق تسيب الصورة دي ولا مجرد نسيتها وأكد الإعلامي عمر أديب عبر برنامج الحكاية خبر الانفصال بعد جواز دام أكتر من خمس سنين وتواصل مع الفنانة شيرين اللي أكدت له صحة الخبر وأشارت إن الانفصال تم في إطار متحضر وقال محاميها ياسر قنطوش إن تم التلاق بين الفنانة شيرين والفنان حسام حبيب مساء الخميس في السابع مساء في جلسة عقدت بمنزل شيرين والجلسة تمت بالتوافق بينها وبين الفنان حسام حبيب وتم الانفصال في هدوء وتفاعل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي مع قصة طلق شيرين وحسام بمجرد الإعلان عنها فتصدر الخبر تريند جوجل وموقع التواصل الاجتماعي وكانت التعليقات أخيرا الحمد لله وربنا يعوضها خير والعلاقة اللي حيارت الأطباء النفسيين والباحثين في مجال التنمية البشرية وجدت تعليقات تانية زي الحمد لله أحسن خطوة أخدتيها بحياتك يا شيرين وأخيرا تحررت من الشبح حسام وتعليق تاني بيقول يا رب بقى تبقى التالتة علشان ما ترجعوش تاني اشتركوا في القناة